جمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في إطار برنامج تعهدات وأولويات الموسع الهدف إلى تحسين ظروف المواطنين في مختلف المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وغيرها عقد برئاسة فخامته مساء اليوم اجتماعا ضم كل من الوزير الأول ووزير الإسكاني والعمراني والإصلاح الترابي وزير النقل ووزير التجهيز والنقل ورئيس سلطة تظن الصفقات العمومية ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة سيد محمد الشيخ الغزواني في بداية الاجتماع على أن وطرة تنفيذ المشاريع المشارئ لها أنفا لم تعد مقبولا على الإطلاق وأنه لا بد على الفول من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا وفي هذا السياق أعطى فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني أوامره للحكومة بالتطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه